يوم أمس أطلق سيد مدير أمور العام بعد القرار 48 لقانون الموازنة 23 لسنة 2021 بتسجيل كافة الدراجات من هي بـ 40 سيسي فما فوق وصعوداً تسجيلها تسجيلاً أصولياً يعني بعد المناشدات يمكن وحتى كان في برنامج يوم من الأيام ناشدوا وطالبوا ياريت يمفتح التسجيل والحمد لله شكر يوم أمس تم الإعلان عن بدء التسجيل بهذه الأمور خلي يكون يعني معلومة لأصحاب الدراجات من يوم أمس يوم تسعة أهدعش ولغاية ثمانية واحد معلومة هاي كل الدراجات باستثناء ما دون الأربعين سيسي في حال انتهاء يوم ثمانية واحد يوم تسعة واحد سوف تقوم مديرية المورة العامة بالمحاسبة على كل من خالف هذه الضوابط وهي عدم تسجيل الدراجة أو عدم تسجيل المركبة لأنه عشرين شهرين ستين يوم بإمكانك أن نتراجع بإمكانك أن نتسجل وهذه الأمور كانت متاحة وكانت مناشدات كثيرة لأصحاب الدراجات لأن أغلبهم يقول في حال عدم تسجيلها راح يتم حاجزها للمحاسبة الساقل حاجزها حاجزها تحجز بعد هذه الأمور بعد راح تطبق عليها أمور قانونية أو دعاوي قانونية أخرى يعني أنت كان العذر مالتك أنه غير مسجلة أو ما توجد فيها أوراق ثبوتية أو رسمية يوم أمس أطلقت مديرية المورو العامة نحن ليس هذا الفخر فقط إلى مديرية المورو العامة إلى وزارة الداخلية ابتداء من السيد مع الوزير الداخلية المحترم والسيد الوكيل المحترم والسيد مدير المورو العام المحترم بالمشاورات المستمرة لحين إصدار مثل هذا القرار لأن هذا القرار أسعف كثير من الأهالي وأسعف اشتركوا في القناة